تعالوا بقى قولكم هديت حلقتنا النهاردة قبل الوقت ما يخلص وقولكم على حت على موضوع الصلاة قلبي ذاكر طب تمام والثاني هو بيقول طب صلاتي المفروض نتعلمني وتدربني طب ليه صلاتنا مش كده ليه مش بنخشع في الصلاة احنا جاوبنا كتير جدا عن موضوع خشوع الصلاة ده بس ركزوا معايا في المعنى الجميل اللي جاي في القام المباركة دي ليه بنسرح ونتوها ونرجع نفتكر بقى اوه حاول نخشع تاني وكذا معنى جميل جدا جدا احفظوا معايا الثلاث حاجات دول لو قدرنا عليهم وفهمناهم هتطلع من صلاتك مية من مية واخد كده مية من مية والصلاة تبقى نور عليك وتقول لك حافزك الله كما حافزتني يا رب جعلنا منهم يا رب يا رب تجعل الصلاة كاملة اللهم امين قولوا امين ثلاث حاجات الالتهاء والتعلق وثالث حاجة ايه صلاتة مودع تتلات مفاتيح ايه الكلام ده تعال نبتدي بالصلاة مودع النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل على صلاة قال كده صلوا صلاة مودع مش نقولها كده في المساجن عندنا في مصر يجبون جاي من العيل يالله اقيموا صلوا صلوا صلاة مودع طمعا تحاضر يعني ايه صلاة مودع يعني كأنك دي اخر حاجة ليك هتموت بعدها ايه ده معقول ده انا ترعب اه ماشي ده المطلوب اثباته طب تترعب قلبك الهام ده حاجة قلبك يحس اقول لكم امتى الواحد حس واستشعر فعلا ان خلاص ده النهاية ممكن فعلا خلاص دي الاخرى ودي اخر حاجة ليك في الدنيا فاعمل كل التعاط كان فيه زلزال من سنتين هنا والحكومة والبلدية بلغت الكل ينزل من البيوت وقالوا على كل منطقة قالوا على كل منطقة يروحوا المكان يعني مثلا بايليك دوز مش عارفوا يروحوا فين مش عارف باشاك هيروحوا فين كل منطقة تمام كانوا بشرين هم وقالوا كل مكان انزلوا في المكان الفلاني يعودوا فيه في الاماكن المفتوحة ما تعودوش في البيوت لان فيه ارتداد تاني بقوة معرفش كام كده بقى الواحد نازل بايه واخد الشنطة فيها البسبور والكملك بتاعه وكشفات وبتاعه وبلح طمر الكهف وهكذا والمصحب بتاعك والسبحة سبت كل حاجة خدنا بس خمار زيادة كل بنت خدت خمار زيادة بس ده اللي معاك وقعدنا بقى وبعدين نقل المباني الطويلة دي عشان نبعد عنه عشان لو وقت تبقى وقع بعيد حاجة كده وقعدين يا جماعة لما خلص صورة البكرة يا خلص كلهم خلص صورة البكرة كنا مجموعة بقى كده عارفين سبحان الله يعني قعدين طب يا جماعة خلصوا الزيت طب يلا نقرأ خلص جزء 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 طب نلحق نختم سبع ساعات أنا فاكرا ان دول كانوا سبع ساعات الواحد فيهم كان عايش خلاص دي النهاية بجد يعني ده كان الإحساس كان طبعا جات علينا لحظات قبل كده أكيد وكان كل إنسان له حظات قبل كده عايز ان دي يعني وقت معي وأنس مع ربنا يعني ده الله صحانه وتعالى يمن علينا أوقاتنا كلها تكون كده أقوله أمين لكن هو هو ده مودع تعرفوا أنت بتصلي تبقى صلاة مودع مفيش حاجة لك بعدها مش هتسرح بقى هو أنا حطت المفاتيح فين هو إيه اللي على البتجاز هو كان زوجي أما زوجي بقى أما يجي السؤال لي كده فننو يرد عليه بقى وبصه وحوري له مقامه والعيال وهطلق مفيش ملهيات قطع الملهيات لا هي تنقلبهم أزمة للتها قمنا عليه قبل كده نص الله العفو والعافية أقوله أمين يبقى أقطع كل وسائل الالتهاء أن أقطع في قلبي أي ما فيه ما ليش جعب الناس بس وعملوا بالعمل مش متصدم مع حد مسالات مودع بقى ما ذكر مودع الله أكبر معناها كده إن الله أكبر من كل حاجة وأقطع في قلبي كل العلائق وكل الملتهيات وكل الملهيات عليه بتفرغ لله وتعطي الله قدر المستطاع ليه عشان بس تنفوذ بسواب أعظم أيام الدنيا ولو عملت كده خلاص أنت كده خلاص ربنا راد عنك أبدا يمنع عنك الشقاء لا تشقى لعل تصيبك منها إنها اللي ربكم فهم دهريكم فتعرضوا لا لعل تصيبوا منكم منها نفحة لا تشقوا بعدها نص الحديث لا تشقوا بعدها ودي كتري دي رقم ثلاثة قطع العلائق بالخلق كلهم مش كلما تحصل لك مشكلة تجري على فلانة مش هتحللك حاجة والله العظيم ولا حد في الكون يؤيده إن هو يحله ويربط الله ربنا سبحانه وتعالى هو هو اللي بأيده كل شيء نسرع لربنا بالبدن وبالجوارح مع القلب ليه؟ لأنه هو الملك القلب الملك والجوارح هي لإيه الجنود بتاعه تطلع فلا القلب يكون ده فخلي شعرنا إيه؟ الله هو أكبر يجتمع اللسان ذكر مع القلب بالوعي ويقين ويمتلق القلب إيمان ويسير القلب إلى الله ده يقفز إلى الله فلاص قلب محب لله البدن للقلب الأذن تسمع علشان إيه؟ عشان القلب يمتلق نور والعين ترى عشان القلب يمتلق نور واللسان يتكلم عشان القلب يمتلق نور فانا ما بذكر أو بقول أو بطيع أو بعمل عمل صالح عشان القلب يمتلق نور فاللهم أعطنا نورا نقوله أمين آخر حاجة وسيكوا بيها عايزين بجد بجد ما احنا بنقول بقى التجبير هو التهليل لا إله إلا الله معنا الله المنفرد بالوحدانية سبحانه لا إله إلا الله ولا معبود إلا إياه لا إلا الأولانية لا الحارسة ولا التانية لا الكنسة وشرحنا الكلام ده أرجع للحلقات قبل كده تحميد لك الحمد أنا عايزاك تشكري ربنا طبعا كل واحد عنده عنده ألاف وملايين من النعم اللي يشكر عليه نحمد ربنا النهاردة حاجة نجتمع فيها كلنا شكر الله المنان اللي إيه اللي من علينا وأحيانا عشان نبلغ العشر من ذي الحجة يبقى حق شكر الله المنان اللي من علينا من غير حول مننا ولا قوة عمل القلب إن أنا أكبر وأعظم الله شكر الله سبحانه ونحمده ونشكره ونحن بإيه إن إحنا نري من أنفسنا خيرا وعملا وقلبا جديدا في هذه الأيام اللهم أمين أدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم بصلاح الحال أدعو الله سبحانه وتعالى لي يا رب والأمة محمد وللسامعين يا رب يمن علينا بالتوبة والمغفرة والعطق والفوز بالجنة والفردوس الأعلى ومعية الله عز وجل والأنس برسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أولو أمين